اهلا فيكم حبابي برج الليذان راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية لك من لداية الشهر او من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمر والطالع وايضا بتقبل العكس يعني اذا انت متتعامل مع برج الميزان ممكن تحس انه بعض الاشي اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك طبعا مثل دائما خد من الفيديو الشي اللي بتشوفه مناسب او بيفيدك او بيختمك لانه قراءة منطقية يعني مش راح تنطبق على الجميع وترك اي اشي بتحسه سلبي بالقراءة او يعني لا تجبر القراءة انها تنطبق عليك راح نبلش اول بي طاقتك انت بعدين طاقة الحبيب والشريك خطواتك في المستقبل خطواته هو ايضا في المستقبل وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم وكيف راح تتطور العلاقة بينكم بعدين اذا حبينا نوضح اشياء ممكن ممكن نسحب كروت للتوضيح طيب نبلش اول بي طاقتك انت نبلش بي كروت النصيحة برج الميزان عم شوفك منغلق على حالك اكتر بهالفترة مش عم تبين مشاعرك للشخص اللي عم تتعامل معه الحبيب او الشريك لانه كروت النصيحة بتحكيلك بي ويلنج تو اكسبرس لوف يعني خلي في عندك مجال انه تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا ممكن تتصرف مع هالشخص تصرفات بسيطة او افعال بسيطة اللي ممكن تبين او توضح للشخص اللي عم تتعامل معه انه انت بالفعل بتهتم فيه اذا انت لسه عم تفكر بالماضي او شخص من الماضي او ذكريات من الماضي كروت النصيحة بتحكيلك ايضا اترك الماضي في الماضي يعني تخلص من الماضي عشان تعطي مجال لاشي جديدة تفوت بحياتك حياتك امشي في الطريق في الطريق الجديد اللي انت عم تمشي فيه حاليا بطل انه الافضل انك تبطل ترجع للماضي او تتذكر ايشي خلص المفروض انه تتذكر عليها الباب ايضا خلي عندك عقلية منفتحة اكتر بما يخص مجالك العملي او حتى بالمجال العاطفي يعني ممكن يكون فيه اشخاص عندك حاليا اسمح للاشخاص انه تعطيك او تعطيك مساعدة او تحاول انه تساعدك لانه فيه اشخاص عم شوف عم تحاول انه تقدم لك النصيحة وتساعدك ولكن انت مش كتير متقبل الوضع او مش سامح كتير للوضع طيب هايدي كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت يا برج الميزان عم شوف فيه عندك فكرة بما يخص المجال العملي جديدة او فكرة صغيرة او حابب تتواصل مع شخص اذا مش بالمجال العملي حابب تتواصل مع شخص انت بتعتبره امنية بالنسبة للك تعتبره تتمنى فيه امنية انت حاليا ما خد طريق او عم تسعى الى تحقيقها للبعض منكم رح يكون بالمجال العملي وللبعض منكم رح يكون بالمجال العاطفي ولكن بما ان القراءة عاطفية فيه شخص انت عم شوفك فيه طريقك الى انك بدك توصل لهالشخص بدك تقابل هالشخص بدك تحكي مع هالشخص او حتى ممكن عم تستنى مبادرة او رسالة من الشخص اللي عم تتعامل معه بالنسبة لطاقة حبيبك او طاقة شريكك عم شوفوا ممكن الابراج اللي عم تتعامل معها ممكن تكون ابراج نارية ممكن تكون برج الحمل برج الاسد الغالبية ابراج نارية او ترابية بس ممكن يكون اي برج اخر لكن طاقة الحبيب اللي عم تتعامل معه عم شوفوا عم يتطلع عليك من بعيد او عم يراقب الوضع والعلاقة بينكم من بعيد ما عم شوفوا عم ياخد اي خطوة حاليا بانه يتقدم نحوك او جهتك لانه العامل المشترك اللي بينكم انه في طرف منكم رافض عرض حب او رافض التواصل اللي عم يصير بينكم فيه resistance او فيه طاقة صد او طاقة رد بينكم الاثنان فعم شوف انت الاشي اللي عم تحس فيها مش عم تحكي فيها ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا مش عم يحكي بحقيقة مشاعره وعم يراقبك من بعيد نظرته الى العلاقة ممكن تكون نظرة او كتير مثل نظرة عمل او بيزنس او نظرة كتير حادة نظرة كتير قاسة يعني الشخص عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة وعلى التفاصيل الصغيرة بشخصيتك ايضا يعني اه ممكن يكون اه ممكن يكون فيه ايضا مش فقط ناري برجه ممكن يكون ناري وترابي يعني بالخارطة الفلكية عنده فيه اشي ترابي لانه الابراجة الترابية بتركز اه على التفاصيل اللي صغيرة كتير ايضا اه عم يشوف الشخص انه افضل طريقة لحل الامور بينكم حاليا او افضل خطوة لاتخاذ القرار بينكم حاليا انه هو يمشي او ما يتخذ قرار او فقط او يراقبك انت يراقب تصرفاتك انت افعالك انت لحتى يعرف ياخد قرار ايضا اذا كنت انت من النوع العصبي او متقلب معه هالشخص عم يحاول انه يحتويك او يحتوي العلاقة ممكن ايضا عم يحاول يسيطر على غضبه على تهوره او الطاقة النارية اللي فيه عم شوفه كتير عم يحاول انه يكتم هالطاقة او يتحكم في غضبه بالنسبة لخطواتك في المستقبل يا برج الميزان عم شوفك كتير مصمم بشأن شخص ما او بشأن العلاقة اللي بينكم اه في عندك نية بالمستقبل تحط مجهود بالشغل ولكن اه بطريقك بالمستقبل رح يكون فيه فيه نزاع ومشاحنات سواء كان معها الشخص او سواء كان بالدائرة المحيطة فيكم لانه فيه منافسة هون يعني ممكن يكون فيه بينك وبين الشخص ايضا منافسة ممكن انتو الاثنين لانه عندك كينغ هون وعندك ملك ايضا هون فالشخصيتين هدول شخصية قوية شخصية متحكمة شخصية متسلطة فعم شوف ممكن بينكم يكون فيه الصراع على السلطة انت بدك تثبت لهالشخص انه انت قادر على اتخاب قرارات حاسمة صارمة ممكن ايضا انت اللي لبعض منكم اللي مش عم يتواصل مع هالشخص ممكن انت اللي تركت العلاقة او انفصلت عن هالشخص لحتى تثبت وجهة نظر معينة مع انك بتعرف انه الوضع او الاختيار اللي اخترته بيتطلب منك مجهود كثير عالي وبيتطلب منك صبر ايضا كثير عالي لانه هالمرة عم تزرع يعني من الصفر فالوضع بيتطلب منك وقت كثير عالي ولكن انت مستعد انك تحط هالمجهود ممكن يكون باتخاذ القرار انك انفصلت عنه فقط لا تثبت لهالشخص انه انت قادر على مواجهة المنافسة او قادر على انك تتحدى هالشخص واجهن لواجهه بالنسبة لطاقة حبيبك في المستقبل حبيبك عم يستنى خبر منك عم يستنى تواصل معك او كونكشن معك لانه ثري اوف وانس بتحكي على عم يستنى خبر منك او عم يستنى هالشخص رسالة منك ايضا هالشخص بده تكمله بالعلاقة او بده يوصل الى نهاية او حل بالعلاقة او بده يختار قرار او اختيار بالعلاقة اذا في بينكم بعد بالمسافات انت في بلده وفي بلد اخر لانه هالكرتين بيوضحوا نفس المعلومة هالشخص بده هالسايكل او هالدورة توصل الى اكتمال يعني بده امشوف ايضا ثاقة المشتركة اللي بينكم ايس اوف وانس يعني هالشخص بيطمح الى بداية جديدة بعلاقتكم بدي اوضح فقط للشخص الاخر هو هل عم ينتظر يعني هو عم شوفه مش ناوي ياخد قرار بالنسبة للمنفصلين حاليا او اللي مش عم يحكو مع بعض حاليا ما عم شوف هالشخص عم راح ياخد قرار ولكن عم شوف عم يستنى خبر منك ممكن ايضا هالشخص يكون هو الشخص اللي انت مخطط او ناوي تروح لعنده او تروح في طريقه لانه انت في طريقك بدك تروح الى حلم او الى امنية انت بدك تحققها شخص انت بتعتبره وش بتعتبره امنية فبنا نشوف هالشخص الجوجمنت هون القرار هو رح يوصل الى اتخاذ قرار بس انا بدي اوضح شو هو القرار اللي رح يتخذه هالشخص عم شوف لسه بقراره حتى ايضا بكروت التوضيح انه هو عم ياخد قرار بالصمت او عم ياخد قرار بانه يتمسك بموقف معين هالشخص ممكن ايضا عم تتعامل مع برج العذراء انه هالكرت بيتبع برج العذراء او برج ناري والبرج الناري الشخص اللي عم تتعامل معه مبين انه هو شخص عنيد لانه فيه نقطه هو متمسك فيها ومش مستعد بالمرة يعني يغير قراره او يتنازل يتنازل عن كرامته او يتنازل عن اختياره الى انه هالكرت نفس هالكرت الى انه مستني خبر منك مستني اشي منك مستني ردة فعل منك رسالة خبر ولكن هو مش مستعد انه هو اللي يقوم بالمبادرة الاولى او بالخطوة الاولى ولكن في عقله الباطني هالشخص بيتمنى الى بداية جديدة معك ممكن ايضا لانه مبين اوكي فمتل ما حكيت لك يعني هاي بدايات جديدة ايضا ممكن تكون شخص عفوي علاقة عفوية تواصل عفوي فهالشخص بيريد هالاشي بده هالاشي منك بتوقع الطاقة الريزيستنس عم تيجي اكتر منك انت من برج الميزان عم تيجي اكتر منك لانه بكروت النصيحة وايضا بالطاقة اللي محيطة فيك انت اللي اكتر عم حسك عم تفل او عم تبعد او او مستعد انه تعمل المستحيل لشان تثبت وجهة نظر معينة ايضا ممكن تكون انت متناقض بشأن شخصين او بشأن شيئين ولسه ما خطرت او ما وصلت الى قرار نهائي او عم تشوف انه انت ممكن تكون محتار ايضا بين نقطتين نقطة انك تخلي العلاقة مع هالشخص عفوية او انه بدك العلاقة تكون جدية لانه مش واضح عندي انت هون شو بدك يعني فيه فقط disappointment او فيه خيبة امل من الوضع العاطفي بينك وبين هالشخص ولكن ممكن تكون انت متناقض بين هالفكرتين ممكن يكون فيه جانب منك بده العلاقة تكون smooth و easy going وبسيطة وفيه جانب اخر منك بده العلاقة تكون جدية اكتر فممكن او انتو الاثنين لانه طاقة مشتركة فممكن انتو فيه حيرة وتناقض من امركم انه او فيه حتى خوف ممكن او توتر او قلق من انه اذا ممكن تكونوا انتو اصدقاء ففيه خوف من انه اذا تطورت العلاقة بينكم او اذا عطيت مجال للعلاقة انه تكون جدية انه ممكن تخرب الاشياء الاخرى اللي بينكم ممكن تخرب الصداقة اللي بينكم او ممكن اذا فشلت العلاقة الجدية ممكن انه يعني تخسرها الشخص او هو يخسرك الى الابد ففيه خوف من هالناحية فيه تشوش من هالناحية فيه عدم القدرة على الاختيار بين انه العلاقة تكون عفوية او تكون جدية مش مبين انه فيه تواصل بالفترة القريبة هاي يعني بها الشهر ولكن الطاقات دائما تتغير يعني على حسب تصرفاتك انت على حسب اختياراتك انت بتتغير ولكن بالطاقات الظاهرة عندي مبين انه انتو الاثنين حاليا فيه فترة اختيار لقرار معين او فيه مفترق طريق انت وهالشخص مفترق طريق انه ممكن هالشهر رح تقدوه فيه شوية عزلة او انفصال على بعض لانه عم شوف هالشخص ايضا لا تنسى انه كرت the hermit شخص عم يبحث على تنوير تنوير الذاتي وتنوير الروحاني فهالشخص ممكن عم يلجأ حاليا ايضا مثلك ممكن يكون عم يلجأ الى التاروت ممكن يكون عم يلجأ الى الابراج او اي اشي يخص ال spirituality او يخص الروحانيات فهالشخص حاليا عم شوف هذا هو طريقه سواء كنتو مع بعض او مش مع بعض انت وهو حاليا في فترة اكتشاف الذات اكثر تنوير النفس اكثر بالذات انو انت هم تبحث على امنية معينة اوكي فهالشهر ما بجو فيه تواصل سريع رح يصير ولكن انتو حاليا فيه رح يكون هالشهر فترة يعني او وقت مستقطع لحتى انت تعرف ترتب امورك بخصوص التشويش اللي عم تمر فيه بخصوص العلاقة لحتى توصلوا الى قرار ايضا هالشخص عم يفكر فالطاقة مبين انو رح تكون لسه smooth لسه هادية ما رح يصير اي فيه فيه اي تغيرات مفاجئة مفاجئة اوكي حبا